هذا يجعلنا دائما نسق بالله ونسق بحكمة الله حتى ولو رأيت أن الشيء اللي ربي عمي عاملك فيه في شوية شده لا تتهم ربك لا تتهمه كن على يقين أن هذه الشدة التي تراها دواء لك ولسوف تجد بعد ذلك أنها خير وأي خير ولسوف تنجاب الشدة وتجد ثمراتها به الشدة هذه عبرة ينبغي أن نقطففها الإنسان ضعيف أول الأمر تنتعب وهزه ليش يترع ليش ليش لكن بمقدار ما يتكون فقتك بالله قوية لا تقول هذا الكلام نعم تستسلم نعم وتعلم أن الله لا يفد إليك منه إلا الخير